تابعينا بحلقة برنامج مروحين معكم يا رجبان من المايك واليوم موجودين بقصر المؤتمرات لتغطية احتفالية الصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية العشرين بدي كمان أوجه تحية لكل فريق العمل محمد مناصير من الهندسة التقنية عفوا هيثم مركاوي من السوشيل ميديا ومن الإعداد لورنس المراجدة وفيصل سويس اليوم عم نلتقي بشباب منجزين شباب طموح فعليا قدروا انهم يعملوا ابتكارات ومنجزات نفتخر فيها كأردنيين اليوم ضيفتي باحثة ومخترعة أردنية بترفع الراس من وقت دراستها للهندسة الطبية الحيوية مرورا بهندسة الميكاترونيكس واختراع مستشعر وجهاز للكشف المبكر عن سرطان الثدي يسعدنا ان تكون معنا الباحثة تسنيم الحراحشة لنتحدث اكتر معها عن هذا الموضوع اهلا وسهلا يا تسنيم اهلا فيكم مساء الخير تسنيم بداية بلشتي بالهندسة الطبية الحيوية وبعدين كملتي في الميكاترونيكس خلينا نبلش هيك بالقصة من اولها كيف بلشتي بمجال الاختراعات والابحات في البداية انا درست بكالوريوس هندسة طبية حيوية وصراحة ما كنت حب التخصص في البداية وكنت يعني اسعى ان يجيب معدل حتى احول لكن سبحان الله من خلال هاي الرحلة في البكالوريوس حبيت التخصص تخرجت الثاني على الدفعة حصلت على منحة اوائل من جامعة جامعة العلوم والتكنولوجيا لحتى اكمل ماجستير في هندسة الميكاترونيكس خلال الماجستير عملت على مجموعة ابحاث خمس ابحاث علمية ونشرتها في مجلات محكمة كانت اغلبها في مجال الهندسة الطبية الحيوية رسالة الماجستير اخترتها في موضوع كثير مهم معدلات احنا بنعرف انه معدلات السرطان التادية عندنا بالأردو معدلات الوفيات اعلى من المعدلات العالمية مع انه هذا المرض نسبة النجاح فيه والشفاء فيه قد تصل احيانا الى اعلى من 95% اذا شخص مبكرا فانا حبيت اركز على هاي المشكلة واحاول اني يعني ابتكر اي حل اوظف الهندسة الطبية الحيوية ادمجها مع مهاراتي او خبراتي في تخصص الميكاترونيكس حتى اني اوجد حل وبالفعل كانت رسالتي تصميم مستشار حيوي للتشخيص المبكر لسرطان الثدي بعد نتائج رسالة الماجستير كانت نتائجها مشجعة هون قررت انه ما اوقف البحث الى هذه النقطة واني اطور عليه واكمل هذا المشوار لكن زي ما بنعرف انه مجال البحث العلمي مكلف فهون بدأت رحلتي كشابة ابحث عن اي جهة ممكن تدعمني حتى احول افكاري ومهاراتي من مجرد مخططات على الورق الى منتج حقيقي قبل ما نحكي عن الدعم اللي تلقتي طبعا من الصندوق احكي لنا كيف بيشتغل هيك الجهاز بطريقة مبسطة يعني تمام الجهاز يتكون من شقين رئيسيين الشق الاول هو تصميم المستشعر الحيوي طبعا بس عفونا اطعيك للي عم بيشوفونا على صفحتنا على الفيسبوك ريديو هلاء هم شايفيننا الآن شايفين الجهاز قدامنا للي بيحبوا كمان يعرفوا تفاصيل اكتر اه تفضليكم لي تمام الجهاز يتكون من جزئين رئيسيين الجزء الاول تصميم المستشعر الحيوي وهو عبارة عن خلية كهروكيميائية معدلة بالجولد نانو بارتكلز حتى تكون قادرة على يعني الديتكشن لسيرتين بايو ماركر اللي هو الهيرتو بايو ماركر لما يصير عندي او ارتباط لهذا البروتين على سطح الالكترود يتولد عندي تيار كهربائي بعد ذلك ننتقل للشق الثاني من المشروع اللي هو تصميم دائرة كهربائية قادرة على قياس هذا التيار اللي بيرينج صغير جدا في المايكرو والنانو أمبر فهونا كان التحدي في الجزء الثاني من المشروع ما شاء الله عليك يعني واضح انه شغل يعني مفصل وفيه كتير يعني تفاصيل هيك عم نشوفها قدامنا فيعني هذا دليل على جهد وبحث كبير احكي لك كيف ساهم صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية في دعم أبحاثك طبعا تحديدا بال2019 التفاصيل اللي ذكرتيها اللي مبينة دقيقة واشي صعب هو كانت نظرتي أنا في البداية لما كنت بدي أكمل هذا المشروع انه يعني مشروع فيه عقبات ضخمة جدا فنية ومادية فتوقعت انه يعني محاولاتي سأحاول يعني ما رح أوفقد الأمل لكن ما توقعت اني أوصل لهاي المرحلة يعني توقعت اني يعني بالكثير أنشر لي ورقة بحثية عن هذا الموضوع لكن الحمد لله الصندوق وفر لي الدعم المادي والفني أيضا كان فيه متابعات حتى خلال جائحة كورونا كنا نجتمع تقريبا كل شهر شهرين نعمل ميتينغز مع خبراء من مجالات مختلفة مجالات البحث العلمي والتطبيق والابتكار أيضا من الصناعة والتجارة وكان يوجهوني كل ما مثلا ممكن يلاحظوا أشياء من خبراتهم انه لو سلكت هذا الطريق أفضل فتوجيههم ودعمهم جهد أربع سنوات ونصف قبل الصندوق وبعد الصندوق يعني حتى بالآخر احنا وصلنا لهذه النقطة الجهاز يعمل بنفس كفاءة الفحص السريري بالبداية الفحص السريري هو يعني فحص دوري لازم السيدات يعملوا كل فترة بعد هيك يعني إذا شاء يعني الفحص السريري وتوضح فيه إشارات تستدعي فحصات أخرى ممكن ننتقل إلى طرق تشخيص أخرى التصوير وغيره لكن طرق التشخيص الحالي الموجودة في المستشفيات إلها سلبيات كثيرة منها بعضها غير دقيق حتى يعمل لي تشخيص لكافة أنواع البرست كانسر مش كلهم ممكن هذه الأجهزة حتى الأجهزة المتقدمة منها لا تستطيع يعني تشخيص بدقة كل الأنواع النقطة الأخرى مكلفة وأيضا يعني بعضها يحتاج مثل الخزعة تحتاج إلى فترة طويلة السيدة رح تنتظر ورح تكون في قلق وتوتر حتى تحصل على النتيجة فأنا فكرت أنه أوفر طول هاي الطول تكون قادرة على أنها تفحص لي لكن بوقت زمني أقل توفر وقت جهد ومال يعني الطرق الموجودة طبعا فعالة الآن لكن يعني مش غلط أنه الواحد دايما يوصل أو يحاول يفكر بطرق فعالة أكثر أسرع يعني بالآخر هيك الإنسان دايما لازم يسعى لأمور يعني تسهل حياته احكي لنا أيضا عن مشاركتك بملتقى الإبداع والابتكار بقطر أو عن فوزك بجائزة الهاكتون أنت والفريق اللي معك حكي لنا عن هذا الموضوع واخترت أنت كفريق مشروع مميز نعم حكي لنا كنت يعني أبحث عن أي جهة ممكن أن أكمل فيها مشروعي أو ممكن أن أشارك المسابقات فالصندوق بعث لي إعلان لملتقى التحدي والابتكار قطر فقررت أني أقدم له هذا المؤتمر قدم له تقريبا خمس آلاف مخترع حول العالم تم اختيار أفضل مئة اختراع وأنا كنت من بينهم بعد تقييم من لجنة لما تأهلت للملتقى كان في عنا مسابقتين المسابقة الفردية اللي هي كل مخترع من المئة مخترعين عرض فكرته وفي هذه المسابقة أنا حصلت على الميدالية الفضية أيضا خلال هذا الملتقى تم عمل مسابقة أخرى اللي هي الهايكاثون وهو تحدي مدة 48 ساعة إحنا كمبتكرين تم توزيعنا إلى مجموعات وظيفة كل مجموعة إنها تبتكر جهاز جديد يحل مشكلة حقيقية موجودة في السوق وأيضا نعمل مخطط تجاري لهذه المشكلة حتى نقنع المستثمرين إنها مشكلة ناجحة طبعا كل فريق كان يتكون من مهندسين ومتخصصين في مجال البيزنس والماركتينج فكان فريق كامل متكامل فريقنا بدأنا يعني بالبراينستورمينج حتى نطلع فكرة قد كل فريق قدي عدد الأشخاص؟ تقريبا تسع أشخاص إلى ثمانية تسع أشخاص مش كثير يعني فعليا وأنت عم تحكي في تخصصات مختلفة فأنتي كنت المخترعة في هذا الفريق إحنا في هذا الفريق كنا بس أفكار كامل متكامل نعم كان في مهندسين ومتخصصين بمجالات مختلفة يعني مش كل الجهد إلي يعني صراحة أنا كنت لبنى في هذا البناء يعني العظيم أكيد لأ أنا عم بسألك عن دورك يعني بالهائنة باحثة دوري الهندسي نعم نعم كان هذا المشروع يعني بالبداية بدأنا لبراينستورمينج حتى اخترنا بالآخر فكرة نحافظ على يعني نعرف أنه الخصوصية كثير تنتهك وإحنا بنعرف أن تليفوناتنا في أي وقت تتنصت علينا أيضا ممكن أنا يكون في عندي اجتماع مهم فشخص ما يضع لي أداة تنصت ويتنصت على معلوماتك بتسجل مثلا وإحنا مش عارفين صحيح ممكن يكون الميتنجز في يعني حديث عن استثمارات وأمور كثير مهمة إحنا بنحافظ على خصوصيتنا من هنا جاءت الانطلاقة بحثنا في السوق إيش هي الأدوات اللي تحافظ على الخصوصية شو سلبياتها وين القاب موجودة حتى نحاول أنه نسد هذه الثغرة وجدنا أنه الأجهزة الموجودة في الماركت حاليا غالية الثمن وحجمها كبير جدا لا يوجد جهاز ممكن يعني للاستخدام الشخصي حتى نحافظ على خصوصيتنا فإحنا انطلقنا من هنا بدأنا كفريق هندسي نقرأ بالبحاث العلمية ونحاول يعني نوجد هذا الحل وأيضا يعني حطينا خطة ومشينا عليها بالآخر يعني تووجنا بالمركز الأول كأفضل فريق من ضمن كل الأفريق المشاركة جميل جدا يعني حلو أنكم فكرتوا بهذه الفكرة وكان طبعا متوفر أمامكم كل المعدات يعني الأدوات اللي أنتو تستخدموها لصناعة هذا الجهاز صحيح؟ نعم إحنا كنا هاي المسابقة كانت في النادي العلمي القطري وبدعم من النادي ويعني لما نحكي أنه إحنا كنا موجودين في مكان متوفر في كل وسائل وأدوات الابتكار بس فكروا نعم هذا دليل وفوزنا في هاي المسابقة دليل على أنه العقول الأردنية متى تواجدت لها البيئة المناسبة رح تبدع ورح يعني تتميز على غيرهم مية بالمية بدي أشكرك تسنيم يعني تسنيم الحراحشة يعني أيضا ممكن أضيف شغل فضلي أكيد إحنا بعد ما يعني خلص الملتقى والمؤتمر وفوزنا وروحنا على كل حدا على بلده تواصل معنا عديد من الأشخاص اللي حضروا الملتقى بدهم من الجهاز اللي إحنا صممنا تقريبا إحنا حاليا عنا خمسمائة زبون من مختلف أنحاء العالم وبناء على هذا الإشي النادي العلمي قرر أنه يدعمنا أيضا بمئة ألف ريال قطري حتى أنه نأسس يعني نواة أولى خلينا نحكي لستارتاب وننشئ البرودكت اللي إحنا اشتغلنا يعني حنشوفه على أرض الواقع قريبا إن شاء الله هيك تظلك مستمرة بهاي الأفكار بتخيل إنه يعني في المستقبل حنسمع اسمك في أكثر من اختراع وأكثر من ابتكار لأنه هلأدية أنت عم بتكوني متنوعة كمان يعني مش بس بالجهاز اللي هو تبع الكشف المبكر عن سرطان الثدي أيضا عم نحكي عن جهاز لمنع التجسس فهذا برضو شيء مختلف عن التخصص اللي أنت درستي في البداية هي بالبداية كلها يعني الإنسان إحنا كشباب نعرف أنه في قلة في فرص العمل وقلة في فرص الموجودة فأنا ممكن أنطلق في أي طريق متاحة إلي أنطلق فيها وتفتح لي أبواب كثيرة يعني أنا من خلالكم بوجه نداء لكل الشباب أنه أي شيء قدامك أي طريق قدامك ممكن أنك تمشي فيه امشي فيه حتى لو كان مبين بلا جدوى أو حتى لو يعني مش عارف أنت رجليك لأين راح توصلك أنا بالبداية كنت أتخبط مليون ألف شغلة وكنت أجرب كل الأشياء المتاحة إلي وكثير ناس كانوا يحكوا أنه يعني شو راح تستفيدي وأنه روحي سجلي روحي على شركة يشتغلي بكونوا خايفين عليك أو مشككين يعني فيها يكفي هي الفكرة كمان أنه يعني إحنا بوقت صعب يعني ما في خطط واضح على كل شيء فأنا الحمد لله يعني بنصح كل شاب أنه يسعى ويستمر بالسعي إلا ما تفتح له أبواب من باب يعني ما كان يتوقع أنه رح يوصلوا لأي مكان إن شاء الله دايما الجهد ما بيروح حضر يعني دايما الجهد بيروح في مكان بس الواحد يصبر ويظل يشتغل على حاله تسنيم الحراحشة أهلا وسهلا فيك شكرا إليك باحثة أردنية نفتخر فيها شكرا شكرا على استضافة هلا بيك